أعزائي المشاهدين نواصل حديثنا مع القس إليا مريس عن يسوع هو خبز الحياة إنجيل يحنى إنجيل مميز بالذات في موضوع اقتباسه لأقوال يسوع عن نفسه في إنجيل يحنى يذكر عدة أقوال لكن في هذا الإصحاح بحب أقتبس الآية 35 ورح أطلب منك اتعلق على هذه الآية فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش أبدا يقدم المسيح رسالة حياة لكل ميت روحيا ويعزيني في هذه الآية احترام المسيح لإرادة الإنسان من يقبل إليه مع أنه المسيح الخبز الوحيد مع أنه المسيح مصدر الحياة وفيه كانت الحياة لكنه لا يفرض نفسه مطلقا على النفس كالكلمات المسجلة في سفر الرؤية أصحح 3 آية 20 أنا ذا واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي وبالتأكيد يتحدث الكتاب هنا عن الشبع الروحي الشبع الروحي قد يكون الإنسان في شبع مادي قد يكون الإنسان في شبع علمي هناك ناس شبعوا في مجالات كثيرة لكن ما زالوا يعانون من فراغ بسبب الجوع الروحي ولا يملأ هذا الجوع ولا يروي هذا العطش إلا شخص المسيح العظيم أنا هو خبز الحياة واهب الحياة مصدر الحياة أساس وسبل الطريق للحياة من يقبل إليه وكلمة من هنا تعني أن المسيح خبز حي واهب حياة لكل إنسان أيا كان جنسه أيا كانت لغته أيا كانت خلفيته أيا كان معتقده كل من يقبل للمسيح كل من يطلب المسيح كل من يرغب ويفتح قلبه للمسيح موسيح